الفواكه والخطروات بالانجليزية كثيرة متعددة بعضها صعب وبعضها سهل في هذا المستوى اللي انت فيه رأعطيك المطلوب منك تعرفه لحتى الآن الاساسيات والاشياء المهمة بشكل بسيط وحلو جدا بمساعدة بان الله يزال خير هون وربنا يسهل معانا زي الاسد والورقة والقلم يلا نبدأ الدرس صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم صلي على النبي وتبسم ده النبي أهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي كل المشتركين الجداد أهلا وسهلا بانضمامكم لأحلى أسرة على الانترنت لتدريب الإنجليزية وليس لتعليم الإنجليزية إذا انت مشترك جديد هون فيديو بيقولك من وين تبدأ وكيف وإلى آخرة شوفوا وتبع معانا من وين ما كنت مش متأخر براحتك أهم شي تعمل زي ما أنا قلتلك بالورقة والقلم وتأكد أنك رح تزير تحكي إنجليز بشكل حلو أصدقائي وحبايب قلبي اللي متابعين معانا كورس اليوم درس جدا مهم في هذا المستوى اللي انت فيه سواء كان عمرك ستين سنة ولا سبعين سنة ولا أربع عشر سنة ولا سبع سنين بديك تعرف المعلومات تاعت اليوم شو هي الفواكه والخضروات بالانجليزية حطت لك كل الخضروات والفواكه اللي انت بتستعملهم بحياتك اليومية أي شي مش موجود برا هذا الدرس صعب جدا أن يمر عليك بحياتك ليس سهل اليوم بديك زي الأسد كل كلمة بتكتبها بديك تلفظها معايا اللفظ جدا مهم أنه فيه كلمات بتحس حالك بتلفظها ولكن اللفظها غلط فبديك تشوف كيف أنا بلفظ رح تتفاجأ ببعض الكلمات نحن بلفظها غلط ورح أقول لك الفرق بين اللهجة الأمريكية والبريطانية بلفظ بعض الكلمات زي الأسد تعطينا اللايك وتحضر حالك ورقة وقلم يلا نبدأ طيب أول شي نبدأ بالفواكه خلينا هيك ناخد شوية سكر مع بعض الفواكه يعني إيش فروت فروت يعني فواكه فروت كل الفواكه بشكل عام قل عنها فروت فواكه طيب نبدأ أول شي بالتفاح أنا بحب التفاح ش يعني تفاح يعني أبل أبل زي شركة أبل أبل قوية بتطلع هوا مش أبل أبل غلط أبل بتطلع هوا من تمك أبل أبل يعني تفاح طيب بعدين في عندي إبريكوت مش ما قلتش أبريكوت خاصة الناس اللي يعرفوا فرنسي هي أبغيكو بالفرنسي هذه ما سمهاش أبريكوت غلط اسمها إي 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 إبريكوت زي إبريل إبريكوت إبريكوت اللي هو مش مش أو شو بتقول عنه في بلدك هي حطيط لك الصورة بنفي عندي أبوكادو 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 اللي كنا بيعرفوه هو إيش أبوكادو هذه سهلة طيب خلينا نحذر مع بعض شو يعني موز أو موزة بالضبط برافو عليك بنانا 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 هي الموز حلو طيب شو يعني الكرز عارفين شو يعني الكرز اللي هو هذا هذا الكرز أنا كتير بحبه يعني تشيري 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 يعني كرز طيب عندي كوكونات 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 يعني اللي هو زاكي و لزيز جدا و كتير مفيد اللي هو إيش إحنا نقول عنه إيش جوز الهند أو هاي زي ما انت شايف في الصورة هذا اسمه كوكونات كوكونات حلو طيب شو يعني التين هذا التين زاكي جدا التين عنا بفلسطين بيجنل التين وعنه فق 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 تين طيب حلو كمان عنا في فلسطين العنب بيجنن شو يعني العنب العنب هذا شو مقول عنه كري مشي كراب كريب كريب أو كريبس الجمع كريب 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 بيقوية كريب أو كريبس يعني العنب حلو طيب شو يعني كيوي زيها بالانجليزية كيوي هي كيوي كيوي بالانجليزية بالفرنسية بالانجليزية العربية كيوي إذن كيوي يعني ليش بالانجليزي كيوي طيب حلو طيب شو يعني المانجا المانجا هاي كيف يقولها بالانجليزي برضو نفس الاشي يقول عنها مانجو 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 يعني المانجا طيب حلو طيب شو يعني الليمون هذا الليمون ليمون أصفر هذا الليمون شو مقل عنه مقل عنه ليمون ليمون طيب الشيء المرتبط بالليمون هو البرتقال شو يعني برتقال بالانجليزية يعني orange orange يعني برتقال طيب حلو طيب شو يعني أنناس أنناس شوية هذي صحبة أنناس يعني pine apple مش أنناس كذلك بالفرنسي لا بالانجليزية بيقول عنها pineapple طيب حلو هلأ ناخد كمان واحدة صعبة كمان شو يعني هذي الفاكهة احنا بيقول عنها نجاس أو أجاس أو بالفصحة بيقول عنها كمثرة كمثرة شو يعني الكمثرة بيقول عنها pear مش بير بيقول عنها pear pear يعني لكم مثرة أو الأجاس طيب هون شوية فيه لخبطة بين بلاد المغرب العربي وبين بلاد الشرق بلقي تركز بالكلمتين التاليات هذا الأخضر نحنا بيقول عنه في بلاد الشرق بطيخ اللي هو في المغرب العربي يقول عنه دلاح شايفين بعرف درجة المغربية بعشبكم يعني الدلاح اللي هو البطيخ بنقول عنه احنا هذا الأخضر بنقول عنه بالانجليزية water melon كلمة واحدة water melon قل ورايا water melon هو البطيخ أو الدلاح هذا الأخضر water melon water melon طيب ما يعني الشمام اللي هو هذا الأصفر الشمام شو بيقول عنه احنا بيقول عنه شمام بفلسطين شمام يعني هذا الأصفر ويقول عنه melon 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 هذه هي الفواكه اللي بديك تعرفها لغاية الآن حلو هذه الفواكه بديك تحاول تحفظها بورقة والقلم خلينا ناخد الآن جزء ثاني اللي هو الخضروات رح أطلكم اثنين من نفس الفيديو عشان ما نعملهمش فيديوهين اثنين وتضلك على نفس السياق وتضلك متذكرهم افتح صفحة جيدة بدفترك الآن وخليك مركز معايا ناخد الخضروات ليش؟ خضروات أهم من فواكه وكلماتها صعبة ولكن هي بتلزمنا أكثر فيالله نبدأ مع بعض الخضروات بديك تركز معايا خضروات بالانجليزية شو يعني؟ vegetables vegetables يعني خضروات vegetables ركز معايا في صورة وفي لفظ وانت زي الأسد تكتب بالورقة والقلم يلا معايا أول شيء البطاطا بطاطا شو نقول عنها؟ سهلة كلنا بنعرفها potato بطاطا الحلوة هذه اللونها أحمر ولا حال نقول عنها بطاطا حلوة sweet potatoes sweet potatoes بطاطا حلوة طيب حلو هاته نشوف قصة البندورة هذه البندورة الحمرة هذه في المغرب العربي نتين شو بيقول عنها طميشة ولا مطيشة سامحوني اطلق بطط هذه البندورة لها لفظين لفظ بريطاني ولفظ أمريكي اللفظ الأمريكي هي tomato 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 بالأمريكي البريطان بيقول عنها tomato tomato إذن البريطان بيقول tomato والأمريكان بيقول tomato الفوز اللي بدك هي الاثنين صح خلصنا من البندورة طيب شو يعني هذه الخضرة هذه مثل القرنبيط الأخضر بيقول عنه broccoli broccoli هذا اللي شايفين عنه بروكولي بروكولي طيب شو يعني قرنبيط هذا اللي احنا بنشوفه هذا القرنبيط الزهرة نحن نقول عنه فلسطين وقرنبيط شو هو نقول عنه cauliflower 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 طيب شو يعني الباذنجان الباذنجان هذا الباذنجان أو الباذنجان نقول عنه eggplant يعني بذلك بيض النبات هذه الترجمة الحرفية بيض النبات أو نبات البيض زي ما بدك لكن نقول عنها eggplant eggplant يعني الباذنجان طيب شو يعني الشطة الفلفل الأحمر هذا الشطة اللي بتحرق هذه نقول عنها chillies 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 شطة طيب حلو طيب شو هذي الدرة اللي نحبها الدرة السفرة هذي بنعمل منها فشار وبنعمل منها إلى آخر الدرة بيقول عنها corn 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 يعني ذرة طيب حلو شو يعني زنجبيل هذا اللي كلنا بنحبه بنشربه فيه فوائد قد الدنيا زنجبيل شو يعني زنجبيل يعني ginger هذا هو زنجبيل ginger 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 طيب حلو طيب شو ما يعني البازيلا الخضرة هذه الزاكية؟ ما يعني بازيلا؟ البازيلا يعني بيز بالبي بي قوية بيز بازيلا ما يعني جزد؟ كلما نعرفها جزر ما يعني؟ كاروت كاروت يعني جزد كاروت طيب ممتاز ممتاز ثوم ما يقول عنه؟ سهلة كارلك كارلك يعني ثوم ما يعني البصل؟ البصل يعني أونيون 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 طيب حلو ما يعني الفطر؟ هذا الفطر الزاكي اللي نضعه على الأكل؟ نقول عنه مشروم مشروم هو الفطر طيب ممتاز ما يعني الفول؟ الفول طبعا الفول؟ ما نقول عنه؟ بينز بينز يعني فول ما يعني نعنع؟ نعنع اللي كنا نحبه يعني منت كنا نشرب الشاي بالنعنع نقول عنه منت 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 آخر كلمة نأخذها اليوم اللي هي اليقطين هذا اليقطين اللي نحطه على الكسكس وعالمفتول ما نقول اليقطين؟ يعني بمكين 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 خدنا هيك اليوم أنت سرت تعرف كل الفواكه والخضروات اللي بلزموك حتى لو بتحكي مع واحد أجنبي كل مطلوب منك أنك تكون زي الأسد كتبتوا الورقة والقلم وتجاوب لي كم سؤال الحلوين اللي هون بالتعليقات إذا بتدعيني دعوة حلوة إلي وأهلي ولبعنا وبتعطينا لايك الله يزيك الخير حبايبنا لا تنسوا تشتركوا بقناة الأمارسة من هون تنتقيكم بالدعس القادم قربنا نخلص هذا الكورس لنبدأ كورس كثير ممتاز لا تنسوا تعطونا اللايك تحياتي لأيكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم 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 صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم